طيب يعني أنت ذكرت الآن أنه مخصص نقول في الأساس للسمنة ثم يعني جزء منهم للمرضى السكري و ذكرت كذلك ممكن مرضى الصراء نعم هو الانتشار الواسع نظام الكيتو للسمنة لكن للأمانة أنا ضد هذه النظرة لهذا النظام الغنائي أن الناس ما تعرف إلا فقط نظام الكيتو أنه إذا كان سمين مثلا شويل يا سلام هذا الترندل و قلتهم هذا المنتشر أنه نظام الكيتو الذي يخسر وزنه يطبق نظام الكيتو لكن حاليا لمرضى إلتهابات المفاصل المرضى اللي عندهم إلتهابات مزمنة المرضى اللي عندهم مشاكل القولون نسوان القولون العصبية والقولون التقرحي بعض المرضى اللي عانوا من بعض الأمراض العصبية المزمنة بنلاحظ أنه مثلا حتى صداع المزمن حتى صداع النصفي حتى بعض مرضى الاكتئاب حتى بعض مرضى إلتهابات المزمنة في الجسم اللي عندهم مثلا النقص في المناعة بدأت تطلع دراسات كثيرة خير نقول بعضها مبدئية وبعضها دراسات انتقلت من مرحلة دراسات المبدئية للدراسات التي تبين أثرها وتدرس أثرها بشكل مفصل فنعم هو انتشاره للسمنة سمعته القوية في الأبحاث العلمية لمرض الصرع لكن استخدامات في يومنا الحالي هي استخدامات متعددة جدا طيب الواحد لو بد فيه إيش ممكن الفوائد المتوقعة أو المرجوة من هذا النظام يا سلامة لو تكلمنا عن الفوائد اللي يبحث عنها الجميع اللي هي خسارة الوزن صحيح فنعم ممكن تحدث خسارة الوزن مع الكيتو ممكن يكون هو الأسرع في الوصول لخسارة الوزن لكن بعض الناس بيطبقوا الكيتو برضو يكون في خسارة الوزن السريعة طيب ما نتكلم بإيش أسباب خسارة الوزن السريعة حاليا لكن بعدها يكون خسارة الوزن مشابه لبقية الأنظمة الغذائية معشان كده لما يجي الشخص بسي بيطبق الكيتوني خسارة الوزن أو خيرا نقول ما ينظر للفوائد الأخرى اللي بيشوفها مع التغذية الكيتونية أو نظام الكيتو طبعا يعني هل مقصد في هذا يعني أنه ليس فقط يعني مرضى أو أمراض السمنة فقط اللي يتم علاجه مع طريق مرضى الكيتون أكيد طبعا أنا أنصح لكل الأشخاص أنه يشوف هل والله يعاني من بعض العراض خلينا نقولها مبدئية لمقاومة الإنسولين أو العراض المبدئية لالتهابات المزمنة هذه كلها من الأشياء اللي حاليا يدرس هذا النظام أو أثر هذا النظام في تحسين خلينا نقول جودة الحياة لهذا الشخص من ناحية تحسين الطاقة تحسين القدرة الذهنية وتحسين الذاكرة من ناحية الواحد يحس نفسه خفيف بعض الناس يعانوا من الاتهابات مزمنة وأمراض ممكن حتى بعضهم تمنعهم من الصلاة الصلاة العادية في صليت فترة طويلة وهو على كرسي بعد فترة من انتظام وعنظام الكيتو يقول لك أنه يصلي على الأرض و الأمور طيبة بعض الناس يعانوا من الضبابية التفكير يعانوا من نقص الطاقة تركز من خفير أو كذا يا سلام فبعضهم حتى نتكلم على سواء صغار السن و كبار السن فبعد فترة من انتظام الكيتو يقول بدأ الذاكرة عندي تتحسن بدأ التفكير عندي أوضح بدأ النفسية تكون أهدى و أروق فنعم فيه فوائد كثيرة للكيتو سواء للسنة و عرم كل هذه مثبتة علميا بأن النظام هذا يسوي هذا الأشياء كلها بالفعل هذا اللي نقول المراجعات العلمية الحديثة بالنسبة أثرها للسمنة أو أثرها لمرض السكري فهذه الدراسات انتهت فيها يعني خيرا نقول وسط المراحل المتقدمة الآن فقط يدرس أثر أمانها لمدة أكثر من خمس سنوات لأن حتى ظهر الدراسة تظهر أنه آمن لمدة خمس سنوات فالمنتظر فقط أنه هل النظام الغذائي هذا آمن لمدى مثلا خيرا نقول خمسة عشر سنة و عشرين سنة لكن كفوائد نعم دراسة الكيتون بدأت من عام 1950 يعني فترة طويلة جدا صحيح